أحسن الله لكم فضيلة الشيخ هذا السائل أحمد يقول بالنسبة لشارب الدخان مع بياني حكمه هل ينقص من أجره إذا شرب هذا الدخان؟ دخان معصية لأنه محرم نعم ولا يشك في هذا أحد في تحريمه بعدما تبينت أضراره تشخصت فاته عند الأطبة كلهم أجمعوا على أنه مضر وأنه يسبب أمراضا خطرة مع ما فيه من كراهة الرائحة والأثر على الجسم وتبذيل الأموال بدون فائدة فهو محرم من عدة وجوه إذا شربه فهو عاصم وهذا ينقص من دينه المعصية تنقص الدين الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية شرب الدخان معصية ينقص إيمانه نعم